طفل البلكونة اللي كلكم شفتوه لأم من سكان أحد أحياء مدينة السادس من أكتوبر بتزق ابنها على أنه ينط من شباك البيت بتعجرتها لبلكونة شقتها علشان يفتح باب الشقة لأنه ضيع المفتاح الحقيقة فيديو باشع ما قدرتش أشوف منه أكتر من سنيتين ورحت أفلى ولكن وحط تحت ولكن دي مليون خط خليني أحكي لكم حكاية تانية موازية قبل ما نتكلم من فترة كنت أنا الحقيقة وجوزي وبنتي راجعين 11 بالليل وفي مدخل العمارة شفنا بنت جارتنا هي عمرها 8 سنين نازلة بالايباد 11 بالليل وكان فيه 3 ولاد عايزين يضربوها بسبب خناء تعيال سبقى ما بينهم يعني عاركة أخدتها وشألتها بسرعة إيه لي من الزينك دلوقتي فقالتلي بابا لسه مجاش من الشغل وماما عاوزة نام عايزة نام تخيلوا الحقيقة دي الحقيقة وتخيلوا فزعي من الجملة والإجابة فأخدتناها بسرعة وطلعت بيها وخبطت على الأم اللي فتحاتي وهي فعلا باين عليها علامات النوم وقلت لها أحسن تدخل قال فيه ولاد بيضيقوها تحت تخيلت إن الأم تتخض أو تفوق أو تقول لها يا خبر إزاي ده وتاخدها في حضنها لكن الحقيقة كنت حموت لما قالت لها في قمة الهدوء ادخلي يلا من غير ما تاخدها في حضنها أو تبين أي مشاعر أو رد فعل يعني إيه يعني اللي عايزة أقول لحضراتكم إن أم طفل البلكونة مش لوحدها إلا عندها مشكلة والسبب مش زي ما تقال دي اليد والفقر والمستوى الاجتماعي ولا السعي على الرز لا خالص المشكلة في تبلد المشاعر اللي أصاب ناس كتير للأسف وتبلد المشاعر وفقا للطب النفسي أو لتعريف علم النفس معناه ببساطة كده يعني عدم قدرة الإنسان على إظهار مشاعره على التأثر مع اختلاف المواقف اللي بيمر بيها ألأ حزن خوف فرح إحساس بالزم طيب هل دا له علاقة بالمستوى الاجتماعي أو المادي أو الاقتصادي لبني آدم إطلاقا ملوش أي علاقة لكن له علاقة بتربية وتعليم وثقافة بيكونوا السلوك والفكر يا مفقر ويا ما ناس من المستويات اجتماعية بسيطة لكن جدعانة الدنيا فيهم وعواطف الدنيا عندهم وبيطلعوا عيال زي الورد يا ما ناس معاها ومقتدرة وما فيهاش الحقيقة إحساس لأي حد ولا لأي شيء الخوف والتأثر والتعاطف والقلق مشاعر البني آدمين ولو مش معاهم أي حاجة يعني إيه؟ يعني إحنا محتاجين نفكر كده في حالنا ونقف لحظة ونتفرق موسيقى 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 اهو طفل في آخر الدنيا واضحة معالم الاحتياج والفقر حواليه وفيه لكن أول ما شاف طفلة تانية زيه في ظروفه ورغم قلة الأكل نداها فورا وحطوا الأكل لها من أطباقهم هو واللي معاه التعاطف سلوك راقي ملوش دعو بالفقر والغنى وهنا أقف معاكم في مفهوم التبلد علشان الحقيقة بس نصلح نفسنا في حاجات تانية التبلد مش طفل البلكونة ولا بنت الساعة عشر بالليل لا دعليم ملامح كتير قوي تانية بنمارسها يوميا وإنتم بتجدلوا في حقيقتها أو مش حاسين بفداحة اللي بتعملوه وده الحقيقة مظهره كتير أقولك وإنت بتستسهل إهدار مال عام وبتاكل أو بتضيع حق غيرك بمنتهى البرود وبتبرر دال نفسك أو بتقول عبارة دينية ملهاش أي معنى في هذا الموقف وإنت بتدخل في طريق معاكس وتعطل الشارع أو تعطل إنسان أصر يحترم القانون ويمشي صح وإيه كمان تقف وتزعقل وتتخانق وتطول لسانك عليه وتقوله يعني أنت ليه بتعمل كده وإنت بتضيع حق مريض محتاج علاج أو صاحب مصلحة أنت مسؤولة عن إنك تخلصها في شغلك وعندك عبارات من عينة على قد فلوسهم قهوة اللي جاي هو اللي جاي متأخر أو يعني أنا الواحد اللي أعاني وبقى عندي مشاكل ما هو كمان يعاني معايا وإنت بتهين بلادك وبترضى حد يجيب سرتها أو يهين اللي حميها وإنت قاعد على القهوة تشرب الشيشة وتنظر في السياسة الحقيقة من غير أي معلومة أو فهم مجرد كم منشط جورنال أو كم فيديو مقطوع من سياقه وإنت بتردد زي البغدغان كلام من غير مضمون وإنت قاعد مأنتخ وسايب أمك أو أبوك أو مراتك يصرفوا عليك وإنت ما شاء الله كده صدغ بصحتك ومبسوط بالقعدة وبتبررها لنفسك برضو وإنت بتمدي إيدك على مراتك بدل ما تمديلها إيدك وفاكر إن دي الرجولة والقوامة وكلام كتير تفهمهولك غلط وإنت بتهمل الاهتمام والرعاية والكلمة الحلوة بكل اللي حواليك وعندك برضو مبررات من عينة نجغوليات الدنيا والحياة بقت أسي وإنت بتنسى تبر أمك وأبوك وتسأل عليهم وإنت بتنكر جميل حد وتعض الإيد اللي تمدتلك وتتكبر على ناس كل أملها في الحياة إنها تعيش بكرامة وإنت ناسي إن أنت ملكش فضل في اللي أنت فيه ولا اللي ربنا ادهولك وإنت ناقم على كل وضع ومش حاسس بنعم ربنا عليك والطول الليل والنهار باصص على غيرك والأنعم ربنا بيه عليه أيوة طفل البلكونة مش هتصارخ لتبلد المشاعر يا طيبين لكن فيه مشاهد مبكية بنمارسها كلنا بتبلد من غير ما نتصور الحياة فيها فيديو ولا حد يشوفها محتاجين نراجع نفسنا وتصرفاتنا قوي علشان نرجع تاني مشاعر البني أدمين من طفل المشاعر